موسيقى الحياد الإعلامي المطلق في الغرب حقيقة أم مجرد الدعاء سياسة الممول غالباً ما تطغى على السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية الكبرى والأمل في التوازن فهل هذا ممكن؟ استهداف السفارة الأمراكية في بغداد مسلسل متواصل صواريخ الميليشيات الإيرانية تخترق حرم السفارة وسيادة العراق وعبد المهدي يحذر من تحويل البلاد إلى ساحة تصفية حسابات لا جديد سليماني أشعل الحروب في المنطقة خلال طريقه المزعوم إلى القدس الحرس الثوري يتباهى تدخل في قمع الاحتجاجات السورية منذ بدايتها عام 2011 ولنا اليد الطولة في تحويلها إلى مواجهة عسكرية السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله إلى حلقة جديدة في هنا الرياضة الحياة المزعوم في وسائل الإعلام لا تكاد تراه أو تجده قد تساعد ظروف معينة في ادعائه إلا أن ظروفا أخرى ما تلبث أن تكشف الأقنعة وتوضح بجلاء أن مجرد الادعاء لا يجعله موجودا جيف بيزوس وبعد أشهر من انفصاله عن زوجته ادعى أن هاتفه اخترق ومن السعودية وكما يقول مارك توين فإن الكذب يطوف العالم قبل أن تلبس الحقيقة حذاءها لكن بعد ذلك تراجعت كل الصحف تقريبا عن مزاعمها التي نشرتها وعادت لتؤكد أن الادعاء الأمريكي يمتلك أدلة على تورط شقيق صديقة بيزوس بتسريب المعلومات الشخصية فأين هي معايير التثبت في النشر؟ لماذا تغيب الموضوعية في نقاش كثير من الموضوعات التي تخص السعودية؟ كيف تدعم مثل هذه الحادثة حديث ترامب الدائم عن الأخبار الزائفة في الإعلام الأمريكي؟ الدقة الموضوعية النزاهة والحيات كلمات رنانة خاصة إذا مرتبطت بوسائل الإعلام التي تغطي أخبار العالم على مدار الساعة كل وسائل الإعلام تدعي أن هذه الكلمات تمثل منهج راسخا لها في تناولها القصص الإخبارية لكن الواقع ينفي ذلك السعودية مادة دسمة لوسائل الإعلام الغربية تتصدر العناوين مع تصاعد الأحداث وإن لم تكن هناك قصة تستحق وانتروى فلا بأس باختلاقها فلا القارئ ولا المشاهد الغربي سيسأل عن الدليل بدأ تصدر المملكة لعناوين الصحف العالمية عام 1973 بعد إعلان الملك فيصل قطع إمدادات النفط عن الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل ومنذ ذلك اليوم قلم تغيب المملكة عن العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام الغربية وعندما دخل ترامب البيت الأبيض اختار الرياض محطة أولى في جولاته الخارجية لتدفع السعودية ثمنا لعلاقة الرجل المتوترة مع وسائل الإعلام اليسارية تحديدا انتقاد الشيء وضده سجن المتشددين تقييد للحرية وإطلاق سراحهم دعم للإرهاب لتتساءل المملكة على لسان وزير دولتها لشؤون الخارجية عادل الجبير ماذا تريدون؟ سؤال تبدو الإجابة عليه مفتاحا للفهم لكن من سيجيب؟ طالما أن ادعاءات شخصية تظهر بعد أشهر عدة بمسؤولية السعودية عن اختراق هاتف الرجل الأغنى في العالم ودون أدلة لكنها تتصدر التغطية الإخبارية ما يبدو معها موت المئات في حادث طائرة استهدفها صاروخ كان يشق طريقه إلى السفارة الأمريكية خبرا لا يستحق التغطية ولا يؤثر على الأمن الأمريكي والعالمي فضلا عن عشرات الأخبار الأخرى حتى قصص التجسس بين الدول لم تحظى بتغطية مماثلة ليعود السؤال ماذا تريدون؟ ومعه أسئلة أخرى عديدة أين الموضوعية؟ أين النزاهة؟ وأين الحياة؟ ألم بكم للنقاش في هذا الملف معنا على الهاتف من الرياض رئيس قسم الإعلام بجماعة الملك سعود دكتور علي العنزي من واشنغطن عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا الباحث السياسي في معهد واشنغطن للسياسات الشرق الأدنى دكتور ديفيد بولك ومعه أبدأ دكتور ديفيد يعني الحياد في الإعلام هذا مصطلح دائما نسمعه في الحالة الأمريكية إذا كان هناك حياد فمن يمثله الإعلام اليميني اليساري أم الجمهوري الديمقراطي؟ أين هو الحياد هنا؟ طيب سؤال جيد للأسف الشديد نحن في فترة استقطاب استقطاب في السياسة الداخلية الأمريكية واستقطاب حتى في الإعلام أو الصحافة الأمريكية نحن لا نرى كما كان على سبيل المثال في سنوات القرن الماضي نحن لا نرى الآن حتى قناة واحدة في التلفزيون أو في الإعلام أو الاتصالات الاجتماعية نحن لا نرى مصدر موضوعي أو مصدر بدون حياز لطرف أو طرف آخر الحقيقة أنه على سبيل المثال كمان مرى نحن نرى فاكس نوز يميني وسي أنان أو أمس أن بي سي في اليسار ولذلك الحقيقة أنه كل من يريد أن يعرف الحقائق يجب أن يعمل سورفين المعنى لازم أن يشوف قنوات مختلفة في نفس الوقت طيب دكتور علي العنزي إذا كان هناك ما يؤخذ على دول العالم الثالث بأن الإعلام يكون موجه حسب سياسة الحكومات في هذه الدول هذه ربما التهمة لا تنفى وأمر لا يخفى لكن ماذا عن الغرب الذي يدعي بأن هناك حرية في الإعلام وأن هناك سقف عالي وأن المصدقية والحياد هو أساس عمله شكر لك ولمشاهدين الكرام ولضيفك ديميد بولاك من واشنطن أعلم بك بدون شك طبعا مثل ما يتفق الخبراء في الإعلام ليس هناك حيادية مئة في المئة وليس هناك موضوعية في المئة في المئة وأن هناك ممولين وهناك حكومات مثل ما نكرت فكان الإعلام الغربي دائما يتهم إعلام الدول النامية بأنه متحيز للحكومة طبعا الإعلام الدول النامية هو إعلام ممول من قبل الحكومة وهذا شيء طبيعي لنشر التنمية في الحكومة لكن ما يستغرب اليوم هو قضية العدم الموضوعية وعدم الدقة في الإعلام الغربي طبعا الكل يعرف أن الإعلام الغربي هو ممول من جهات سواء كانت هذه الجهات هي جهات شركات تمول من خلال الإعلانات أو يدعم أحزاب سياسية وهذا ما حصل في الإعلام الأمريكي ومحاولة استيادة لبعض الأخبار التي تخص المملكة العربية السعودية نعم نحن نعلم أن بسبب العلاقة الحاصلة بين المملكة العربية السعودية وإدارة الأمريكية الحالية وهناك نوع من التشنج ونوع من العداء بين الإعلام سواء كان يساري أو الإعلام الوسط في الولايات المتحدة وهو إترام لأن بدأ الإعلام يحاول أن يعيد قوته طيب بتأثيره على السياسة الخارجية ولكن استخدام إترام لتويتر وشبكات التواصل الاجتماعي بدأ يضعف هذه القوة لدى الإعلام الآخر الذي كان يعتمد عليه الرؤساء السابقين ولذلك وضع هذا الإعلام نصب عينه محاولة تشويه إدارة إترام معاداتها ومن يتحالف معها شواء كان حتى لمنحد أصدقاء أمريكا طيب دعني أعود لدكتور ديفيد دكتور ديفيد إذا كان هذا هو الحياد لكن من المآخذ أيضا على دول العالم الثالث على الدول العربية بأن حرية الرأي نوعا ما ليست كما هي مثلا في أمريكا هل حرية الرأي مكفولة في أمريكا هناك مثال عميدة صحفي البيت الأبيض هيلان توماس ربما تعرفها كان هناك حملة ضدها لسنوات لأشهر لأنها قالت رأيا كان يدعم الفلسطينيين في الأرض هذا بصراحة كاملة هذا صحيح هذا حصل لكن هذا استثنائي بصراحة نحن نرى على الرغم من الاستقطاب الذي أنا ما قلت عنه من قبل هناك حرية تعبير في أمريكا ليس مية في المية لكن أنا بقول لك تقريبا تسعين في المية هناك أراء مختلفة هناك مصادر مختلفة للغاية من اليمين إلى اليسار الأقصى ولذلك أنا أعتقد أن حرية التعبير وحرية الصحافة في أمريكا نموذج للعالم بشكل عام نموذج لأوروبا نموذج العام العربي ونحن الأمريكان بشكل عام نتفخر أنا أعتقد بشكل حقيقي والصحيح في هذا القيام وهذا الأخلاق طيب جيد نريد أن نستفيد من هذا الأموذج دكتور ديفيد كان هناك حادثة جلال الأيام الماضية وهو أنه جيف بيزوس قال بأنه اخترق هاتفه المحمول واتهم السعودية صراحة بهذا الأمر حرية الرأي ربما سنعود لتفاصيل هذه القضية ولكن كان هناك على تويتر من دعا إلى مقاطعة أمازون باعتبار ملكها جيف بيزوس تويتر تدخل هنا وأوقف حساب من دعا لهذا الحرية الرأي تعتبر أوقف حسابه وأوقف الهاشتاغ أيضا ألا يؤثر هذا على حرية الرأي التي نريد أن نستفيد منها من أمريكا؟ بدون شك هذا نوع من التحديد لحرية التعبير هذا صحيح لكن الجدير بذكر أن تويتر شركة خاصة وهناك شركات أخرى كفيسبوك والاتصالات أو المواصلات الاجتماعية بشكل عام الذي غير موالية لتويتر وغير محدودة بهذه الإجراءات وأنا لا أتفق مع سياسة تويتر أو سياسة فيسبوك كل المرات أو في كل الحالات لكن أنا أؤكد وأكرر أنه أنا أعتقد أنه حرية التعبير في أمريكا 90% على الرغم من هذه القضايا الاستثنائية والصعبة وأنا أعترف بأنه نحن غير متكملين ليس هناك أحد كامل نقدر لك هذا الاعتراف نسبيا الوضع في أمريكا جيدة جدا نعم طيب دكتور علي العنيزي هناك مشكلات تبرز في موضوع القصة الإخبارية التجزيء عزل القصة الإخبارية عن باقي تفاصيلها التنميط صورة العرب صورة العرب مثلا في الإعلام الغربي هي صورة موحدة نمطية رسمت على مدار سنوات عدم الدقة في اختيار الخبر التعميم دائما والتحيز برأيك كيف أسهمت كل هذه الأمور في عملية أن تكون الأخبار عن العرب عن المملكة العربية السعودية مثلا في وسائل الإعلام الغربية نوعا ما مظللة للرأي العام هناك دكتور علي نعم هل سمعت سؤالي أبدا لم أسمع شيئا سؤالك ولا مساعد نعم كنت تحدث عن أن هناك مشكلات التجزيء التنميط عدم الدقة التعميم التحيز هذه المشكلات عندما تأتي للقصة الخبرية في وسائل الإعلام الأجنبية كيف تنعكس سلبا على الرأي العام هناك وتصف أو تظلل هذا الرأي العام برأيك الحقيقة الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الأمريكي يعتمد على وسائل الإعلام ولذلك عندما تقوم هذه الوسائل بتضليل الرأي العام وبنقل قصص غير حقيقية تفقد هذه الوسائل مصدقيتها وتبدأ تفقد أيضا تفقد تسويقها بالسوء لذلك لكن في حالة إذا كان القصة ليست بالشأن داخلي أو بالشأن خصوصا إذا كانت تهم الشأن الدولي العديد للأسف من الرأي العام الأمريكي لا يهتم بالشأن الدولي خصوصا فيما يتعلق بالأخبار مع العلم أن هذه الأشياء مهمة بالنسبة للرأي العام الأمريكي لأنها تعرف حتى عندما تكون مقبلة على انتخابات وغيرها هذه تبلغ نوع من التأثير على الرأي العام الأمريكي لكن أنا أعتقد ما يتعلق الآن بكل ما تنشره وسائل الإعلام أنا أعتقد أن أتفق مع الأخ من واشنطن ديفيد بوليك قضية أن هناك الآن فرز واستقطاب بين فريقين فريق الذي هو اليسار والوسط مؤيد يعني لاستهداف ترامب وأصدقاء ترامب والدول التي لها علاقات متمكنة مع الإدارة الأمريكية الفريق الآخر اليميني أو ما يسمى في إعلام اليميني وهو المؤيد للإدارة عكس الإعلام ولذلك نحن أمام تجربة فريدة الآن خصوصا إذا كان البيت الأبيض لا يعتمد على الإعلام التقديدي مثل ما ذكرنا يعني هو الإعلام اليوم يعني يأخذ أخباره من تغريدات ترامب أكثر أخبار وهذا ما جعل كثير من الإعلام اليساري يستهدف الرئيس بشخصه لأنه لم يكن هو أصبح المصدر الرئيس للأخبار يعني بالنسبة لهذه الوسائل أصبح تويتر هو المصدر الرئيس لهذه الأخبار عبر تويتر تأخذ هذه الوسائل أخبارها ولذلك نجد اليوم الإعلام يستميد ويستهدف الرئيس ويستهدف سياساته بأي شكل من الأشكال خصوصا في هذه المرحلة بالذات لأن الانتخابات أصبحت في مرحلة يعني بدأت العد التنازلي للانتخابات ولذلك لعل هذا الإعلام يحاول ابقى معي دكتور علي العنزي انتكرمت دكتور ديفيد يعني هناك حملة ربما ضد السعودية نراها نحن هنا لا أدري أنتم كيف ترونها ولكن هل لهذا علاقة بأن ترامب الرئيس ترامب عندما تولى الرئاسة أول دولة زارها كانت في السعودية وهو تحدث عن مصطلح الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة الآن أصبح دارجا في الإعلام فهل لهذا علاقة بالهجوم على السعودية أو الأخبار التي نقول أنها مضللة عن السعودية إلى حد ما أنا أعتقد أنا أتفق مع هذه النظرية وهذا التحليل إلى حد ما نحن نرى نعم الإنسجام بين المعارضي دونالد ترامب ومعارضي المملكة العربية السعودية هذا صحيح لكن هناك قضايا مختلفة ومنفردة من هذا الصراع الداخلية والحزب الأمريكي هناك مشكلات على سبيل المثال حريات الصحافة أو التعبير في المملكة العربية السعودية والإصلاح داخل السعودية وأنا شخصيا أنا أقيم أنه برنامج الإصلاح في المملكة العربية السعودية أو برنامج رؤية 2030 كل هذا أنا أعتقد إيجابي وكل هذا وهذا على الرغم من بعض المشاكل المختلفة أو الألغام في الطريق إلى الإصلاح في النهاية الأمر ولذلك أنا شخصيا أنا أقيم أن هناك في نفس الوقت معارضي المملكة العربية السعودية وفي طليعة هذه أو هذا المعسكر الواشنغتن بوست صحيفة الواشنغتن بوست لأسباب معروفة وهناك معسكر معيدي المملكة العربية السعودية في اليمين أو في الوسط طيب طالما تحدثت عن الواشنغتن بوست اسمح لي هي تراجعت عن ادعاءات من يملكها جيف بيزوس أيضا وكالة الـ AP الأمريكية قالت بأن خبراء بيزوس غير مؤهلين لتقديم أدلة مؤكدة نيويورك تايمز قالت أنه بيزوس لم يتعرض للاختراق الـ CNN الإدعاء الأمريكي يمتلك أدلة وون ستريت شورنل كان هناك أيضا للإدعاء الأمريكي تحدث وفيسبوك قال بأنه من المستحيل اختراقه بهذه الطريقة لكن كما قال مارك توين يعني أنه الحقيقة تلبس حذاءها لكن تكون الشائعة أو الكذب قد طاف العالم بأجمعه ما الفائدة هنا من التراجع بعد تقديم أخبار مضللة برأيك طيب الجدير بالذكر وأنا فجأت بالصراحة لما قريت هذه المقالة في الواشنغتن بوست اليوم بالضبط اليوم هناك إدتوريال المعنى أنه مقالة من قبل رئيس التحرير أو الفرقة التحرير في الواشنغتن بوست نفسه الذي يعترف بأن تفاصيل هذه القصة غير واضحة وليس هناك دلائل التي تثبت على مصدر ما حصل للهاتف جيف بيزوس لذلك أنا أقول أنه حتى الواشنغتن بوست نفسه يعترف إلى حد ما بأنه نوم غير المستقية لهذه الإتهامات ضد المملكة العربية السعودية وهذا مهم جدا لأن هذا دليل على أنا أقايم على ما يبقى من مستقية الواشنغتن بوست الواشنغتن بوست نفسه اعترف بأن هناك مجال لأخطاء في هذا المجال وهذا مهم جدا وهذا أنا أعتقد لصالح الصحافة الأمريكية بشكل أمر الواشنغتن بوست حتى الواشنغتن بوست وأنا لست من معيدي الواشنغتن بوست لكن جدير بالذكر أن هذا نوع من الاعتراف النبير أنا أعتقد نحن نعترف أن هناك أخطاء في العمل الإخباري على مدار الساعة لكن المكابرة الإصرار على هذا الأمر دكتور علي العنزي إلى أي مدى برأيك يلعب رأس المال الممول لأي مؤسسة إعلامية دورا في سياساتها على غرار باقي المحطات في دول العالم الثالث أعتقد في العالم الغربي يلعب دور كبير وصف المال والإعلانات والتمويل في الحقيقة الإعلام الأمريكي وذعني أعود إلى الوراء كان يلومنا في السابق بأن عندما يطلب أي معلومة أو أي مقابلة مع أي مسؤول أما يرفضون أو تأخذ سنين لم يشهد الإعلام الأمريكي بتاريخه ودعا الآخرين يصححوني إذا كنت مخطط أن هناك مسؤول قابل الإعلام الأمريكي وعمل مقابلات معه مثل ما عمل الأمير محمد بن سلمان عمل مقابلات مع السي بي أس وعام مع نيورك تايمز وعام واشنطن فوست ومع بلومبيرج كل هذه وسائل الإعلام عملت معه مقابلات فأين المشكلة إذن دكتور علي؟ أين المشكلة؟ المشكلة هي في عدم الحياد والإصطياد لمحاولة وقعت السعودية على أساس أن السعودية وقعت كضحية لسياستها المتنيزة مع الرئيس ترامب وهذا ليس خطعاً بل بالعكس السعودية سياستها مع الولايات المتحدة وخصوصاً مع الإدارة السابقة دائماً هي في تميز وجيدة لكن يجب ما نظاه من الإعلام الأمريكي الآن هو قضية إصطياد في الماء العكر سأحيل هذه النقطة إلى دكتور ديفيد وأشكرك رئيس قسم الإعلام بجماعة الملك سعود دكتور علي العنزي كنت معي عبر الهاتف دكتور ديفيد المتحدث باسم الخارجية السعودية عدل الجبير قال في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأنه إذا ما سجلنا المتشددين المتطرفين قال الغرب عنا هذا تقييد حرية إذا ما أطلقنا سراحهم قال السعودية تدعم الإرهاب ماذا تريدون كيف يمكن أن تتصرف السعودية بشكل لا يجعلها عرض للانتقاد يعني هذا الشيء تفعله تنتقد عكسه تنتقد ما الحل؟ من الصعب ليس هناك حل واضح أو بسيط لهذه المشكلة هذا نوع من المأزك الحقيقي وهذا أنا أعتقد نموذج لنعمل التخبط في التقييم الأخلاقي في العالم ليس في العالم الغربي فحسب بل في العالم كله الآن لأننا نحن أمام تحديات جديدة غير مسبوقة بالنسبة لرغبة الشعوب ووسائل الإعلام والمشاكل العالمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإعلمية أو بالنسبة للبيئة على سبيل المثال لذلك ليس مفار من التناقضات أو من الانتقادات مهما كان السلوك والجواب الأحسن أو الأفضل حسب رأيي الشخصي هو الاستمرار في التصرف الصحيح ما يسمى بالإسلام صراط المستخيم صراط المستخيم بغد النظر بغد النظر بدون اعتبار لكل هؤلاء الذين ينتقدون هذا التصرف وهذا السلوك لأسباب مختلفة منحازة ربما مفتعلة لأهداف التفضل سأعود لك دكتور ديفيد وهذه الأسباب المفتعلة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أيضا الأستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام دكتور عبدالله العساف دكتور عبدالله العساف استمعت إلى ما قاله ضيفي من واشنغطن لكن لماذا السعودية دائما مادة دسمة على موائد الصحافة الغربية على محطات التلفزة الغربية منذ العام 73 عندما قطعت النفط عن الدول الغربية على خلفية الموقف من دعم فلسطين مساء الخير مساء نور اعتقاد اليوم دائما الإعلام ما يبحث عن شخصية أو بلد قوي جدا عندما يكون هذا البلد قوي جدا بحجم المملكة العربية السعودية لا شك أنه التبعات والرأي العام الذي يثيره الإعلام سيكون كبيرا جدا عندما يتحدث كما قال أو وزير الخارجية أو عن جزر الموز لا أحد يلتفت إليها لكن بلد بحجم المملكة العربية السعودية ذات ثقل روحي وثقل سياسي ولها وزنها وتأثيرها في النظام الاقتصادي العالمي هي مشاركة في صنع هذا النظام الاقتصادي وفي السلام أيضا ارتباطها بالرئيس الأمريكي إذا نتحدث عن شيء قريب الرئيس الأمريكي ترامب وغيره من الرؤساء الأمريكان لا شك أن هذا الإعلام يتجه دائما إلى الحلفاء ويتجه فقط إلى المملكة العربية السعودية بصفة الدولة الكبيرة والرائدة في الشرق الأوسط دائما عندما تريد أن تؤثر أو تصنع موضوعا عليك أن تختار شخصية كبيرة بحجم المملكة العربية السعودية حتى يكون لوقع تأثيرك ووقع كلامك صدى كبير جدا بحجم هذا الشخص المستقصد أو البلد المستقصد في إعلامك طيب دكتور ديفيد هذا مفهوم ربما في الإعلام في الصحافة تركز على القضايا الكبرى لكن لماذا مثلا موضوع كإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني وكان هذا الصاروخ متجه إلى السيبارة الأمريكية لم يجد تغطية ربما في وسائل الإعلام الأمريكية مثل ما هي هاتف بيزوس أنا بكل الاحترام أنا أخالف عن هذا التقييم أنا أعتقد أن هناك انتقادات صارحة ضد إيران بنسبة للتصرف الإيراني في المنطقة بشكل عام وبنسبة لإسقاط الطائرة الأوكرانية بشكل خاص في الفترة الأخيرة صحيح أنه لمدة فترة أو منصة الرئيس أوباما من كم سنوات نحن كنا نسمع أكثر انتقادات ضد العرب والمملكة العربية والسعودية ودول الخليج مما كنا نسمع بنسبة لإيران وهذا كان من أجل الاتفاق النووي أنا كنت أخالف بشدة على هذا الموقف الأمريكي في هذه الفترة لكن الآن نحن نسمع يوميا انتقادات كما أنا ما أقول حاسمة ضد النظام في تهيران وضد استهداف الأمريكان في المنطقة ولصالح على سبيل المثال اختيال قاسم سليماني في أيدي القوات الخاصة الأمريكية من كم أيام نعم فضل سأعود لك في موضوع الأمن الوطني الأمريكي أيضا القرار بالنسبة لصانع القرار السياسي لكن دكتور العسافي لأي مدى ممكن أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون دكتور العساف طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الدكتور عبدالله العساف دكتور ديفيد يعني هناك مواضيع الأمن الوطني الأمريكي غزو العراق في العام 2003 كل وسائل الإعلام وحتى الرئيس جورج دابليو بوش يعني خرج مصطلح إن لم تكن معنا فأنت ضدنا لكن إلى أي مدى وسائل الإعلام قد تلعب دورا مهما في التأثير على صانع القرار السياسي وبالتالي اتخاذ القرار في الولايات المتحدة سؤال جيد ومؤقد جدا جدا الحقيقة أنه هذا يعتمد على المناسبات وحتى على الشخصيات الذين مسؤولين في البيت الأبيض أو في النظام الأمريكي في أحيان مختلفة أنا بشكل عام أنا أرى أنه تأثير الإعلام على صاحب القرار في البيت الأبيض وعلى الخرارات الأمريكية السياسية سواء كان في الداخل أو في الخارج هذا التأثير محدود لأن المسؤولين وأنا شخصيا أنا كنت في السنوات الماضية أنا كنت من هؤلاء المسؤولين في البزارة الخارجية الأمريكية المسؤولين يفهمون أنه للإدارة معلومات خاصة سرية والتفاهم ربما أكثر واقعي وأكثر دقيق من التفاهم أو الإدراك أو التفحص في الإعلام لذلك هناك أحيانا بالصراحة تجاهل عن الأراء أو حتى عن ما يسمى الحقائق في الإعلام لأن المسؤولين يعرفون أنهم أكثر مدركون بالواقع في العالم هذا ما نتمنى خاصة بنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية طيب دكتور عبدالله العسافين كنت تسمعني أي دور لوسائل التواصل الاجتماعي الآن باعتبارها حرية رأي في العالم الثالث وتعطيها الرأي كما هو وإن كان مؤدلجا باعتبار أنه أي رأي طبيعي لازم يكون مؤدلج وإن صدر عن مواطن فهذا وجهة نظر اليوم ننظر للإعلام أو للاتصال أنه لا يوجد اتصال بريق كل اتصال هو مشهوم بالقيام هو يحمل رسائل القائم بالاتصال أو من يقف خلف هذه الوسيلة لا شك أنه يحمل أفكار والتالي هي أفكار تكون في الغالب مؤدلجة وتعبر عن رأي معين يتبنى هذا الشخص لكن المشكلة ليست في قضية من الذي يكتب اليوم تم استغلاله من قبل جماعات ومنظمات ودول أصبحت هي من يغذي إعلام ما يسمى اليوم إعلام الضل بالكمل الهائلة وبالضخ الإعلامي بصناعة محتوى قائم على التضليل الإعلامي يحمل ذات التوجهات وذات الأفكار المضللة التي توهم الشخص الآخر بأن هذا الرأي من خلال التكرار من خلال الضخم من خلال عدد الكبير من إعادة التغريب شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام أبقى معي سيد ديفيد دراما جيف بيزوس من الخيانة إلى التنصل والبحث عن الفائدة وإطلاق الاتهامات ثم تبني وسائل الإعلام الممول نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن إذا كانت الحقيقة تفرض نفسها أو هكذا يجب أن تكون في النهاية ربما قصة جيف بيزوس وصلت إلى نهايتها ولكن الحقيقة أو الحياد في الإعلام ربما هو مصطلح يشبه الغول والعنقاء والخل الوفي لا وجود له ابقى معي رجاءا دكتور ديفيد بولوك نتحول للنقاش في ملف آخر بعد قليل ابقى معي سقطت ثلاثة صواريخ داخل السفرة الأمريكية في بغداد رئيس الوزراء المستقيل عدل عبد المهدي قال بأن إطلاق الصواريخ تصرف انفراضي لمسؤول وقد يجر العراق ليكون ساحة حرب وحتى الآن لم تتبنى أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم فكيف سيكون الرد الأمريكي هل فشل المظاهرات ضد الوجود الأمريكي هو ما أعاد الهجوم على السفرة مجددا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور إحسان الشمري ولكن أبدأ معك دكتور ديفيد كيف يمكن أن ترد واشنقطن على هذا الاستهداف الثاني أنا من بعيد أنا كنت في الهراق من كما سبيع شخصيا أنا رأيت في عيوني الأخطار هناك ونعم الفوضى إلى حد ما ولكن أنا أقيم في هذه اللحظة نحن في مرحلة جديدة من الصبر ما يسمى الصبر الاستراتيجي الأمريكي تجاه هذه القصوف أنا أعتقد أولا المسؤولية في إيدي العراقيين والقوات الأمن العراقية في المكان الأول للدفاع عن الصفرات والدفاع عن الضيوف في هذا البلد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه لو قتل مواطن أمريكي واحد سواء كان جندي أو مواطن مدني في هذه القصوف أنا أتوقع رد فاع الأمريكي قوي جدا جدا كما نحن كنا نرى هل تتوقع بأن العراق قادر على الحفاظ على أمن الصفرات كما طالبت الولايات المتحدة أم أن الوضع هناك لا يمكن القوات الأمنية الوضع من الصعب هذا صحيح هناك كما أنا ما قلت نعم الفوضى إلى حد الماء لكن على الرغم من هذه الظروف الصعبة أنا أقيم أنه النظام الأراقي قادر على دفاع عن الصفرات وعلى دفاع عن القواعد الأمريكية أو المشتركة في هذا البلد العمل الغائب هو للأسف الرغبة النظام العراقي للدفاع عن ذات والدفاع عن ضيوف الأمريكان والآخرين في العراق دكتور إحسان الشمري ما هي خيارات العراق الآن كيف يمكن أن يواجه مثل هذا الهجوم الذي لم يتبنى أحد شكرا على استضافة أحياتي سيدي ضيوفك ومشاهدي قناتكم الكرام العراق على مستوى الحكومة لا يمتلك تلك الخيارات فقط اعتماد التطمينات إلى البعتات الدبلوماسية ومنها السفارة الأمريكية لكن هذه التطمينات لم تأتي ثمارها على أقل تقدير إذا ما عدنا إلى الوراء هناك كثير من الاستهدافات إلى السفارة الأمريكية والمصالح الأمريكية ولم يتم التعاطي على مستوى التحدي حتى في تقديم الجنات على مستوى الاستهدافات السابقة ولذلك هي عاجزة عن أن تقوم بمهمها وفق اتفاقية فيينا دكتور إحسان لماذا عاد الاستهداف للسفارة الأمريكية هل بعد فشل المظاهرة المليونية ضد الوجود الأمريكي عاد هذا الاستهداف هو أولا انعكاس لطبيعة الصراع ما بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى والأمر الآخر جزء من مستويات الرد لحلفاء إيران على مستوى الداخل العراقي المتمثل بالفصائل المسلحة والأمر الثالث فيما يبدو بأن هذه الفصائل هي الركن الأساس لمعادلة السلطة التظاهرات الاحتجاجية بالإضافة إلى عدم مقبولية الطروحات التي تنظم بها يعني على مستوى إخراج القوات الأمريكية هو قد يكون أحد الأسباب التي دفعت إلى مثل هكذا استهدافات لا تزال الفصائل المسلحة متمسكة بخيار استهداف المصالح الأمريكية وهذا خلاف يعني رغبة كثير من القوى السياسية بل حتى الدولة العراقية طيب دكتور ديفيد هناك من قال بأن إيران كانت تراهن على أن المظاهرات ضد الوجود الأمريكي ستنجح عندما فشلت عادت لاستهداف السفارات عبر وكلائها ما رأيك في هذا الكلام باختصار؟ هذا معقول جدا أنا أتفق مع ضيف الكريم أن هذه النظرية أنا أعتقد منطقية للأسف نحن نرى وراء كل هذه الأحداث اليد الإيرانية والحقيقة أن للأسف هناك البعض في العراق الذين موليين أكثر لإيران منهم للعراق شكرا جزيلا لك دكتور ديفيد أنا أتمنى وأنا أعتقد أن الأغلبية من الشعب العراقي لا يريد سيطرة إيران على وطنهم ولذلك نحن أنا أعتقد نحن نتمتع من أمل مشترك الأمريكان والعراقيين شكرا جزيلا لك دكتور ديفيد بولا كنتهي الوقت المخصص لهذا الملف الباحث السياسي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وأشكر دكتور إحسان الشمري من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي أقر اللواء علي عبدالله أيوب وزير الدفاع السوري بتورط الجيش الإيراني في قمع الاحتجاجات ضد نظام الأسد كما أقرب استعانته بسليماني لساعده في وضع خطة لقوات الأسد لاستعادة منطقة باب عمر فكيف سيكون شكل هذا التعاون بعد مقتل سليماني كيف تنفي هذه الاعترافات زعم إيران أن دخولها إلى سوريا كان لمحاربة الجماعات المتطرفة التي جاءت لاحقا طويت صفحة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني لبل حرقت على يد الطائرات الأمريكية في بغداد لكن هذه الصفحة تمخض عنها الكثير من العبرة نواح المسؤولين الإيرانيين هذا وهم يودعون رفق ظلمهم وقائد فيلق تدميرهم الذي أرشدته بوصلته لكل الطرق بدءا من سوريا فليمن فلبنان ومرورا بالعراق فأفغانستان وأضاعته عن طريق القدس قابله مشهد آخر عم البلدان التي تجرعت سمة غيانها فها هم العراقيون وقد خرجوا بشيعتهم قبل سنتهم مدلين بشهادتهم أمام التاريخ فرحا بمقتل سليماني وها هم السوريون وقد وزعوا الحلوى بعد سماعهم خبر الرجل رجل مشاذة يوم على ركام حلب واعتبر ذياك المشي نصرا وفيما بعث بميليشياته التي تجرعت الفكرة الطائفية ففرغته إجراما ومجازر في الذيابية ودومة ودارية وحرستة بريف دمشق وتغييرا ديمغرافيا في الزبدان والقلمون نهيك على القصير بريف حمص اختتم الرجل مشهد إجرامه في سوريا بقصف ودمار بريف اللذقية وتنسيق كان هو عرابها بين ميليشيات شيعية في البكمال وأخرى تتبع للحشد الشعبي بالعراق لتبقى صورة العملة السورية التي وجدت بجيبها لما لفظ نفسه الأخير خير شاهد وخير دليل وفيما منح وزير الدفاع السورية وسام بطل الجمهورية للمقبور وعترف بتدخله وتخطيطه لتدمير حمص كشف تقرير صادر عن وكالة أنباء فارس عن دور إيراني بسوريا منذ بدء الاحتجاجات لا بعد عام ونصف من انطلاقتها دور يقول السوريون إنه يستحق فعلا وسام بطل جمهورية الأسد لسيما أنهم ما زالوا يصطلون بناره في حرب كان لنظام قم ولسليمانها الدور الأبرز بإشعال فتيرها للإخبارية علي تباب أهلا بكم من جديد ينضم إلينا هنا في السوديو الباحث العسكري والأمني العميد أسعد الزعبي أهلا بك سعادة العميد لأول مرة ترف الحرس الثوري الإيراني بمشاركة ذراعي الخارجية فيلق القدس في قمع احتجاجات سوريا منذ البداية هذا ينفي تماما أنه أتى لاحقا لمحاربة التنظيمات الإرهابية بسم الله الرحمن الرحيم السلام الخير لك أولا هذا ليس التصريح لأولا هناك كثير من التصريحات ويكفي أن نقول عندما تحدث الملالية قال أن نحن سيطر على عواصم وذكر منها دمشق أو سوريا هذا يثبت تماما القضية ليست قضية بحث عن مقامات ودفاع عن مقامات أو قتال الإرهاب إنما هي القضية قضية سيطرة وقال نحن نسيطر على أربع عواصم عربية ومنها دمشق أو سوريا عندما تحدث كثير من الفيديوهات خرجت تثبت وجود قاسم سليماني سواء كان بالمجزرة التي ارتكبوها في جديدة الفضل أكثر من ثمانمائة شاب حريقوا حرقا والمجزرة التي ارتكبت في دارية والتي تعتبر طرق القتل التي استخدمت فيها في قطع الرؤوس في قطع الإيداني في الحرق لم يشهد لها التاريخ مثير في أكثر من 1600 شاب كان نشرف عليها قاسم سليماني يعني عندما يقول وزير الدفاع السوري بأنه استعانى بسليماني ليساعده على وضع خطط لاستعادة منطقة باب عمر في بداية الانتفاضة ثاني أكبر المدن في البلاد ولاحقا استمرت هذه الخطط يعني هذه الجرائم كلها بصمة إيرانية إذن يا سيد الكريم أولاً إيران وجدت عسكرياً في سوريا من عام 2002-2003 وقامت بتطوير كل مقرات القيادة والمراكز ووضعت لنفسها في كل مركز كان هناك مكتب إيراني كنت أزور هذه المراكز بحكم عملية بكلية فأتفاجأ في كل مركز قيادة كانت تتمع منه التطوير الإيراني يوجد مكتب خاص بالإيرانيين هذا يعني أن هناك كانت نية حقيقية مبيتة للاستقرار والاستمرار في سوريا ولذلك عندما تحدثون أن إيران شاركت في قمع المظاهرات أقول لك من اليوم الأول وربما قبل اليوم الأول كانوا الإيرانيين موجودين وكانت هناك كثير عراب هذه الاتفاقيات عراب هذه المساعدات والخطط هو قاسم سليماني الآن بعد رحيله كيف سيكون شكل التعاون برأيك؟ سيكون أكثر وساخة لأن قاسم سليماني ليس قاسم سليماني واحد في إيران كل نظام الملالي هم قاسم سليماني كلهم مشتركين في الإجرام وكلهم يتسابقون في قضية الإجرام انظر إلى إدلب اليوم هناك إجرام إيراني حقيقي يمارس حقيقة ضد المدنيين في إدلب يعطيك صورة راضحة عن هذا النظام الإيراني الذي لا يمن إلا بالقتل ولا يعرف طريقة قتل يمارسونها هي خارج مجتمع البشرية هم محوش حقيقة لا يدركون إلا قضية قتل وثأر وكأن هناك ثأرات ولذلك عندما تحدث حتى حسن نصر الله عندما قال قال نحن دخلنا لحماية مراقب ثم قال نحن دخلنا لأن طريق القدس يمر من حلب وحمص ثم قال نحن دخلنا لمقامة لو لا دخولنا لكانت داعش في بيروت رغمنا داعش ظهرت عام 2014 بعد دخول حزب الله على سوريا بأربع سنوات إذن هذه الإسطورات وهذه العبارات الكاذبة هذا ما تعودنا عليه منهم يريدون تحقيق هدف واحد ألا هو السيطرة القتل الدمار طيب ماذا نفهم الآن عندما يكون هناك إقرار وحتى وإن كانت معلومات مسربة لاحقا من وزير الدفاع السوري بمسؤولية قاسم سليماني وإيران هل نحن أمام رمي للتهمة للطرف الآخر وتبرئة النفس أم ماذا لا يمكن تبرئة النفس أولا أعتقد بدأوا يشعروا أن هناك في تضييق على هذا النظام وكل من يدعمه خاصة إيران الضربة التي وجهت إيران باغتيال قاسم سليماني ليست ضربة خفيفة وبالتالي كل من مجرم عند النظام بدأ يعني كما يقال يضع يده على رأس وكأنه يعني القبع لن تحميه وبالتالي سيأتي دوره من هذه المنطلق هم يحاولون كما يفعل بشار أسد عالة كان يفعل بشار أسد كل من ينفذ أي جريمة يتخلص منه حتى لا يكون شاهد عليه وبالتالي إذن النظام السوري اليوم يريد أن يتخلص من قاسم سليماني ومن أثاره ليقول نحن ليس لنا علاقة من كان يمارس سادر الارهب والقتل في سوريا إيران من جاب إيران من أتى بإيران ألم يتصرح بشار الأسد لن نتخلى عن إيران نريد إيران وبالتالي هذا الاستمساك وهذا التماسك مع إيران والذي قيل عنه أنه من اليوم الأول أقول لك تماما أكثر من 12 ألف إيراني كانوا مجرون في سوريا لتطوير خاصة صناعة الصواريخ التي إلى الآن إلى الآن كلما ضرب مركز بحث علم للصواريخ يسارعونها إما لتجديده أو لإنشاء مركز صواريخ آخر فلا يهتمون إلا بالسلاح والقتل في سوريا طيب دعنا نتحدث عن ما حصل في إدلب الآن هناك قائد لواء فاطميون ميليشيا أفغانية شعية أنت تعرف ذلك ومن ضوية تحت لواء فيلق القدس قال بأن سليماني أعطاهم تعليمات بخصوص استراتيجية طويلة الأمد لخمس سنوات قادمة وأن موته لن يؤثر على تنفيذ هذه الاستراتيجية هل نفهم بأن ما يحصل الآن في إدلب هو امتداد لهذه الاستراتيجية وربما الوضع سيتطور حتى خمس سنوات قادمة هذا مخطط لهم منذ أمد طويل وبالتالي نحن أمام أيضا كما تفضلت أمام تاريخ من الإجرام للأمام يعني للقادم قابل الأيام قابل الأيام سيعطينا أيضا صور أخرى للإجرام عندما يتحدث قادة لواء فاطميون أو زينبيون كل هذه القادة هم تربية قاسم سليماني تخريج مدرسة قاسم سليماني الذي بدوره كان تخريج قاسم مدرسة الخميني والخاميني ماذا يختلف أحده مع الآخر لا يختلفون إلا بس بالتسابق بالمزيد في ممارسة القتل على الشعب السوري وعلى الشعب العراقي وعلى الشعب اليمني وعلى كل الشعوب العربية يعني هذا ما خططت له ما يسمى الثورة الإيرانية هذه قضية يعني الاستلاء على المناطق تزعزعت أمن وستقرار المنطقة تدمير المنطقة قتل أهل المنطقة ولا أريد هنا أن أتحدث يعني بالطائف يقول سنة أو عرب أو مسلمين أبدا لكن هذا الشعار الإيراني لطرحته ما يسمى منقص ماذا ستأخذ إيران إذا كان وزير الدفاع في زيارته إلى طهران في 13 من يناير الجاري بعد مقتل سليماني منحه أعلى وسام شرف في سوريا بطل الجمهورية العربية السورية وقال أوصله لعائلته فماذا ستأخذ إيران من سوريا إذا كان سليماني أخذ هذا الوسام فقط طبعا هذا الوسام هو أعلى وسام يمنح في سوريا طبعا ربما لم يحصل عليه السوريين حتى خلال فترات الحروب إلا أعداد قليلة على أعداد الأصابع ولذلك خاصة سليماني أنجز في سوريا قتل كثير من السوريين ومن يقتل السوريين يعطيهم مباشرة مباشرة أسد هذه الجائزة أذكر السادة المشاهدين بأنه قبل أربعة أيام كان هناك اتفاق ما بين إيران والنظام اتفاق في وزارة التعليم من أجل أن يتم تصحيح المناهج السورية بما يتوافق مع المناهج الإيرانية وخاصة فيما يتعلق بغضية التربية الإسلامية إذن ما زالت إيران تتغلغل في سوريا وما زال النظام يفتح ذراعية واسعا من أجل احتضان إيران أكثر في سوريا والتالي عندما يتحدث علي أيوب بالتأكيد هو يريد أن يبعد تهمة الإجرام عن نفسه ولكنه غارق يديه في الإجرام إلى أعلى رأسه هل تعتقد بأن هذا التوغل الإيراني والسيطرة حتى على المناهج في سوريا سيستمر مع هذا الحصار على إيران وبعد مقتل سليمانيا الرسالة كانت واضحة ربما إيران يا سيد الكريم أولا ما يهمها هي إمداد الأدوات يعني على أخبر دليل أن شعبها يموت جوعا ولكنها تدفع المليارات الدولارات للبنان لسوريا للعراق لليمان من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية في هذه المناطق ولذلك لا يهمها الاقتصاد يعني الآن العقوبات المطروحة على الإيرانيين تضر الشعب الإيراني ولكنهم لا يأبهون لهذا الضرر هم يأبهون أو يريدون فقط دائما التمسك بأدواتهم وهذه أيضا نفس سياسة بشا الأسد هناك ارتفاع للدولار بالنسبة للسيرة السورية وهناك جوع مظاهرات في السويدة خرجت للمطالبة بالأكل يعني العالم يجوع في سوريا ولا يهم مباشر الأسد المهم أن يدفع مليارات الدولارات لعساكر أو مرتزق إيرانيين يقتلون الشعب السوري شكرا جزيلا لك الباحث العسكري والأمني العميد أسعد الزعبي شكرا جزيلا لحضورك معنا شكر موصول لكم مشاهدين نلتقي غدا في أمان الله شكرا جزيلا لكم